Introduction on the causes of chronic lymphocytic leukemia سرطان الدم اللينفاوي المزمن CLL مصطلح مزمن في سرطان الدم اللينفاوي المزمن يأتي من حقيقة أنه يتقدم بشكل أبطأ من الأنواع الأخرى من سرطان الدم وهو مرض سرطاني يصيب الخلية اللينفية من نوع B يتصف المرض بالتراكم التصاعدي للخلايا اللينفية في نخاع العظم والعقد اللينفية وبالتالي انتقال المرض تدريجيا إلى بقية الأعضاء المصنعة للدم لا يعرف الأطباء سببا مؤكدا لبدء العملية التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم اللينفاوي المزمن ولكنهم يعلمون أن هناك أمر ما يحدث ويسبب طفرة جينية في الحمض النووي DNA للخلايا المنتجة للدم وتتسبب هذه الطفرة في قيام خلايا الدم بإنتاج الخلايا اللينفاوية الشاذة وغير الفعالة وفضلا عن كون هذه الخلايا اللينفاوية الشاذة غير فعالة فإنها تبقى حية وتتكاثر في حين تموت الخلايا اللينفاوية الطبيعية وتتراكم الخلايا اللينفاوية الشاذة في الدم وأعضاء معينة من الجسم حيث تتسبب في حدوث المضاعفات كما أنها تدفع الخلايا السليمة للخروج من نخاع العظم وتعوق عملية إنتاج خلايا الدم الطبيعية الأعراض symptoms لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بسرطان الدم اللينفاوي المزمن أي أعراض مبكرة قد يعاني من يصابون بالعلامات والأعراض من تضخم الغدد اللينفاوية التعب الشديد حمى فقدان الوزن ألم في الجزء العلوي الأيسر من البطن والذي قد ينتج عن تضخم التحال والتعرق الليلي عوامل الخطورة risk factors العمر يصيب البالغين وخاصة الأفراد الذين تتراوح أعمارهما بين الستين إلى الثمانين عاما النوع ينتشر بين الذكور بنسبة أعلى من الإناث العرق يكون البيض أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم اللينفاوي المزمن مقارنة بالأشخاص من الأعراق الأخرى التاريخ العائلي لسرطان الدم ونخاع العظم إن التاريخ العائلي لسرطان الدم اللينفاوي المزمن أو الأنواع الأخرى من سرطان الدم ونخاع العظم قد يزيد من خطر الإصابة به التعرض للمواد الكيميائية لقد ارتبطت بعض مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية والبنزين بزيادة مخاطر الإصابة ترجمة نانسي قنقر